اشتركوا في القناة اصدر نادي ريال مدريد الاسباني بيانا رسميا اكد فيه رحيل احد لاعبه الفريقي بصفة رسمية واوضح ريال مدريد في بيانه ان المغربي اشرف حكيمي انتقل لصفوف بوروسيا دورتموند الالماني على سبيل الاعارة لمدة عامين وكان دورتموند في مفاوضات مع النادي الملكي للحصول على خدمات حكيمي ونجحت المفاوضات بين الجانبين ويسعى ريال مدريد لمنح فرصة للعب للظهور في دوري قوي والحصول على فرص كافية للمشاركة كما فعل من قبل معدان كارفخال الذي لعب من قبل بايرين لفركوزن يذكر ان ريال مدريد اعلن راحل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميا الى يوفنتوس الايطالية واوضح لبيان كونيري في بيان الرسمي ان رونالدو وقع لاربعة مواسم حتى يونيو 2022 قد يشهد سوق الانتقالات الصيفي الحالي مفاجأة اخرى جديدة تتعلق باندية يوفنتوس وريال مدريد عقب انتقال نجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى لبيان كونيري رسميا وتشير تقارير الصحف الايطالية والاسبانية الان الى ان رونالدو يسعى لاقناع زميله مارسلو بخطوة الانضمام رفقته لصفوف يوفنتوس الى جانب وجود اهتمام بالفعل من بطل الكالتشو مارسلو قام بمتابعة حساب نادي يوفنتوس على موقع التواصل الاجتماعي الى جانب تفاعله مع خبر انضمام رونالدو ليوفنتوس حيث قام بوضع اعجاب على الخبر حساب نادي يوفنتوس قام ايضا بمتابعة حساب مارسلو كما قام مواطنه دوغلاس كوستا لعب بيليبيان كونيري بمتابعته ايضا واصدر يوفنتوس بيانا رسميا علن خلاله تعاقده مع كريستيانو رونالدو لمدة اربعة مواسم كشف التقارير الصحفية ان اللاعب الدولي الويلزيغارث بالجناح نادي ريال مدريد لا يزال يخطط الاجراء محادثة مع مسؤولي النادي الملكي على الرغم من راحل نجم الفريق كريستيانو رونالدو وكانت صحيفة اسل اسبانية قد فدت ان بيل قد الغى الجلسة التي ساعقدها مع جولون لوبتيجي للحديث حول مستقبله بعد راحل رونالدو وعلى الرغم من ذلك قال جوناثان برانيت وكيل اعمال بيل قد قال في تصريحات نشرتها شبكة فوتبول اسبانيا جارث بيل سيتحدث الى مدرب ريال مدريد وبعد ذلك سنقرر ماذا سيحدث ويملك صاحب ثمينة والعشرين عاما عقدا مع النادي الملكي حتى عام الفين واثنين وعشرين ولكنه يواجه منافسة على مركزه داخل الفريق في ظل التقارير التي تشير الى ان لوبتيجي سيعتمد اكثر على فرانشيسكو اسكو وماركو اسسينسيو فجر خرخ ميندز وكيل اعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا الى صفوف يوفنتوس الايطالي مفاجأة من العيار الثقيل بشان مستقبل الهدف التاريخي لريال مدريد مع فريق السيدة العجوز وقال ميندز في تصريحات لصحيفة لجازتة ديلو سبورت الايطالية ان لعب مانشستر يونايتد السابق سينهي مسيرته فليبيان كونيري واضف ميندز ان سعيد جدا لكريستيانو رونالدو واشكر ان يلي رئيس اليوفي على تعامله مع الصفقة بشكل جيد واردف اتمنى ان تكون السنوات القادمة رائعة لرونالدو مؤكدا ان يوفنتوس سيكون اخر فريق يلعب فيه كريستيانو وانتقل حامل الكرة الذهبية خمس مرات البالغة من العمر ثلاثة وثلاثين عاما الى تورينو الايطالية انفق بروسيا دورتموند مئة واربعين الف يورو ايما يقارب مئة واربعة وستين الف دولار لتعزيز وسائل الامن لحافلة الفريق وافدت صحيفة بلد الالمانية بانه تم تزويد جوانب الحافلة بمواد مضادة للرصاص وتقوية النوافذ بزجاج امن وتاتي ذلك الاجراءات كنتيجة للهجوم الذي تعرضت له حافلة دورتموند في ابريل من العام الماضي عندما انفجرت ثلاث عبوات ناسفة اثنى انتقال الفريق الى الملعب قبل مباراة امام موناكو الفرنسي ببطولة دور ابطال اوروبا وتسبب الحادث في اصابة المدفع الاسباني مارك بارترا الذي يلعب الان في صفوف الريال بتيس الاسباني حيث اخترقت ذراعه شضية معدنية المحط دولي الكولمبي اخوان فرناندو كوينتيرو جنح فريق ريفير بلايت الارجنتيني لاقترابه من الانضمام لصفوف ريال مدريد الاسباني هذا الصيف واشار التقارير صحفية اسبانية سابقة لوجود اهتمام من قبل الملكي للظفر بخدمات الدولي الكولمبي والذي يلعب للناد الارجنتيني على سبيل الاعارة من بورتو البرتغالي حتى نهاية 2018 واعرب الكولمبي عن صعادته بالقدرة على اللعب في فريق من اهمية ريفير بلايت لكنه عبر عن رغبته في العودة للمنافسة في اوروبا في اشارة الى ذلك اكد ان حلم جميع اللعبين هو اللعب في اوروبا حيث يكون لديه الكثير من المنافسين على الرغم من هذا اعترف بانه لتحقيق ذلك يجب مواصلة العمل خلال تصريحات نقلها موقع البيرنابيو وافدت التقارير ان ريال مدريد سيقدم عرضا لبورتو مقابل عشرين مليون يورو وسيعقد الملكي جلسة مع اللعب المحى لاعب فريقة شلسي الفارو مراتة الى بقائه في الناد الانجليزي وعدم رحيله في الصيف الحالي النجم الاسباني انتقل الى ستانفورد بريتش قدما من فريق ريال مدريد في الصيف الماضي وبعد موسم واحد ارتبط بامكانية الرحيل ولم يتمكن لعب يوفنتوس السابق من التاقلوم مع رتم كرة القدم الانجليزية وذكرت تقارير انه قد يعود الى دوري الايطالي سواء من بوابة بطل الكالتشو او ميلا ولا يبدو ان موراتة لم يتخذ قرارا بمغادرة البلوس في المركة الصيفية حيث نشر صورته على حيسابه الرسمي بموقع انستجرام اثناء مشاركته في التدريبات الاستعدادية للموسم الجديد وكتب موراتة عبر الانستجرام فترة استعدادية اخرى مع تشيلسي كشفت تقارير صحفية ان لعب فريق نابولي جورجينيو احد الى ايطاليا وتوجه اللاعب الايطالي الى انجلترا من اجل التوصل الى اتفاق النهائي مع نادة تشيلسي حول خطوة الانتقال الى صفوفه وكان نادي منشاستر سيتي هو الاقرب للتعاقد مع جورجينيو ولكن الرئيس نابولي اكد ان اللاعب المذكور سيتجه الى البلوس وذكرت شبكة كالتشو ميركاتو الايطالية ان جورجينيو عاد مرة اخرى الى ايطاليا بعد اجتماعه مع مسؤول تشيلسي وافدت انه من المتوقع ان يتم الاعلان قريبا وبشكل رسمي عن انتقال اللاعب صاحب السادسة والعشرين عاما الى ستانفورد بريتج جهز نادي ليفربول عرضا للتعاقد مع لعب فريق يوفينتوس باولو ديبالا في موسم الانتقالات الصيفية الحالية واصبح ديبالا واحدا من افضل اللاعبين في مركزه وشارك في ثلاثة وثلاثين مباراة في الموسم الماضي من الكالتشو سجل اثنين وعشرين هدفا وصنع خمسة اهداف وذكرت تقارير صحفية في الفترة الماضية ان الريدز يتطلعون الى الحصول على خدمات ديبالا ولكن تقارير اخرى نفت تلك التكهنات ورغم ذلك فان صحفة فاصل الانجليزية اكدت ان ادارة ليفربول مهتمة بنقل ديبالا الى الانفلد هذا الصيف واشارت الى ان ليفربول يجهز عرضا بقيمة تسعين مليون يورو من اجل حسم صفقة اللاعب صاحب الرابعة والعشرين عاما عزيزي متابع قناة عرب جول هل تتوقع ان يلحق مارسلو برونالدو الى اليوفي شاركنا برأيك شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر